موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واتمنى رب تكونوا بخير وبصحة جيدة ان شاء الله بإذن الله ان عاردة يكون موجود معنا فرصة ممتازة جدا بس طبعا كالعادة قبل ما نتكلم عنها حيب يوضح لي احنا عرضنا فرص ومنح كتيرة جدا سابقة ودي القناة بتاعتنا هتلوع على منح كتيرة جدا منح موجودة في اليابان في كوريا الجنوبية تايوان فرنسا امريكا دول كتيرة جدا مختلفة بالاضافة كمان كنا عرضنا سلسلة فرص التطوع والصفر الى الخارج وكنا عرضنا بعض المواقع المخلقة تقدر تلاقي فرصة عمل بكل سهولة وكنا عرضنا فرصة وهي كانت فرصة تطوع في فيتنام وكانت حصريا عن طريق تم اعلان الفائزين في هذه الفرصة وان شاء الله بإذن الله يكون موجود معنا فرص جاية كتير التقديم والجول في حصريا عن طريق قناتنا بالاضافة كمان كنا علاننا عن الخدمة والخدمة دي مازالت مستمرة وخدمة التقديم لأي فرصة ومنحة انت عايزها ممكن نقدم لك بشكل احترافي لأي فرصة او ممكن تقدم بنفسك باتباه شرح الفيديوهات الموجودة على القناة وعشان توصلك اي حاجة دي ده من القناة تاعتنا ياريت تابع وتضغط على الجرس الصوير ده ندقو الوصف في اسفل الفيديو. تمام? طيب بالنسبة لي الفرصة بتاعت النهاردة هي فرصة ممتازة جدا موجودة في دولة من الدول القوية في المانيا. طيب هي فرصة حضور مؤتمر القمة في المانيا. طبعا هتقول لي لي طيب احنا اتكلمنا قبل كده عن فرصة زي دي كان برضو حضور المؤتمر القمة في المانيا هي نفس الحاجة ولكن المؤتمر المراضي مختلف هي نفس الجهة المنيحة ولكن المؤتمر مختلف بيتكلم عن حاجة مختلفة مميزات اكتر والعدد المقبول اكبر بكتير من الفرص السابقة تمام? في اه طبعا انتجه دلوقتي للشرح الدولة زي ما قلنا المانيا هيكون في مدينة ميونخ تمام كده اسم الجهة المانحة دي اللي عامل المؤتمر الدول اللي هتكون متاحة للتقديم جميع الدول متاحة للتقديم تمام كده? وطبعا في قسم خاص للدول العربية للتقديم اه اه قسم خاص للدول الافريقية الدول الاسيوية يعني المنحة منظمة بشكل احترافي. تمام? هنا ملاحظة ان المؤتمر ده متاح للجميع من طلاب وخريجين واي شخص يمكنه الانضمام. يعني سواء انت طالب بتدرس دلوقتي في الجامعة بتدرس باكادريوس ماجستير دكتورات خرجت وبتشتغل حاليا ما بتدرس برضو تقدر تقدم. تمام كده? مدة المؤتمر ده هيكون لمدة اربعة ايام فقط. هيبدأ من اربعتاشر حتى سبعتاشر اكتوبر الفين واشرين. تمام? طيب. اخر معادل التقديم في الفرصة دي هو تسعة وعشرين ابريل الفين واشرين. يعني لسه نقول مسلا زي نص شهر او حاجة عبال ما ينتهي اه التقديم ليه الفرصة دي. عدد المقابولين في الفرصة دي هيباله اكتر من الف وتمنمائة شخص. يعني هيكون العدد اكبر وهتكون فرص الناس المتقدمة اكبر يعني من المؤتمر السابق كانت للعدد قليل المرة دي العدد كبير هياخدوا ناس اكتر بكتير. تمام? اه بالنسبة بقى للتمويل. تعني اتكلم عن التمويل. هتوفر لك تمويل ممتاز جدا. اولا تذكر السفر مجانا من بلدك العلمانيا زيها بعودة. تذكر الطيران هتكون عليكم بالكامل. اه هيكون فيه سكن فندقي طول المدة. تمام? اه سكن في الفندق. اه طول مدة الاربع تيام. كمان هتشمل لك وجبات الطعام. تلت وجبات في اليوم. الفطار والغداء والعشاء. تمام? هتشمل لك جميع رسوم المؤتمر. الرسوم التسجيل في المؤتمر هيها تشملها. هيتم اعطاك مبلغ مالي كمكافة عند نهاية المؤتمر. في مبلغ مالي هيحطولك لما يتم الانتهاء من المؤتمر كمكافة على الحضور بتاعك. تمام? هيكون فيه ورشة تدريب كده مقبل القمة. يعني يعملو لك زي اه اه تدريب او نبزة عن المؤتمر عشان تعرف ايه اللي هيدور بالزبط جوة المؤتمر وكده. تمام? كمان الفرصة دي هتتحمل لك تكاليف التأشيرة وتسير الحصول على تأشيرة لألمانيا. تمام? يعني هيوفروا لك زي اخطاب قبول. وهم حيحاولوا تواصلو لك مع السفارة بحيس ان تنظم لك التأشيرة من الدولة اللي انت مقين فيها الى المانيا. تمام كده? كمان تكاليف التنقل بين مكان الاقامة ومكان النعقاد القمة هيكون عليهم. ومميزات اخرى كتير طبعا زي انك هتشارك في مؤتمر عالمي زي انك هتاخد شهادة بعد لما اه تكمل المؤتمر ده. يعني مميزات لحصرة ده. كل حاجة المؤتمر ده بيشمل عالمي سايب اي حاجة عليك كله على اه حساب الملحة. طيب موضيها المؤتمر المؤتمر ده هيتكلم عن ايه? بل كالمؤتمر ده هيتكلم عن اه ان هيكون في مشاركين من اكتر من مئة تسعين دولة. اه تمام? هيكون في مشاركين الناس اللي هتحضر المؤتمر ده بجانب المتقدمين. يعني انت مسلا كشخص متقدم هيحضر بقى رؤساء المؤتمر ده اللي هيترقصوا المؤتمر. وهيتكلموا فيه رجال اعمال والسياسيين. تمام? هيتكلموا عن السياسة الاقتصاد. اه وحاجات تانية كتير. تمام? وهنا زكريم بعض اه الاسماء زي جوستين بول اه بولمان وما الى ذلك تمام? فبتالي دي شخصيات عالمية. اه هتحضر المؤتمر وانت هتاخد منهم خبرة من خلال كلامهم في المؤتمر وما الى ذلك. فهيكون مؤتمر عالمي ومؤتمر على الاعلى مستوى. طيب بالنسبة ليه شروط المؤتمر ده. شروط المؤتمر ده من سنك يكون ما بين 18. 18 لحد سن 30 سنة. يعني ما تعبداش التلاتين سنة وليس اقل من 18 سنة. تمام? كده ده بالنسبة للسن. الفرصة دي لا تحتاج شارية لغة انجليزية ولا شارية لغة المانية. مش مطلوب منك تحط اي شارية لغة. يعني انا مطلوب شارية لغة المانية ولا انجليزية. تمام? عشان الناس بس ايه معنداش اي شارية لغة الفرصة دي متاحة للجميع. كيفية التقديم في الفرصة دي. الفرصة دي بيتم التقديم فيها بشكل كامل. مفيش اي رسوم مش معقد. بس في شونة مقالات لازم تهتم بكتابتها. وان شاء الله يكون بالقبول دي. تمام? طيب. انا هنا هتطلقكم ملاحظة ان احنا كخانات منح من كل الالوان بنتيح عملية التقديم لاي فرصة ومنحة انت عايزة. تقدر تقدم من خلالنا بشكل احترافي. او تقدم بنفسك بالتباع شرح الفيديوهات. ولو عايز تقدم من خلالنا هتلاقي رابط استمرت التواصل معنا موجود في صندوق الوصف اسفل الفيديو. طيب. انا هنا هتطلقكم اه رابط التقديم للمنحة والاعلان الرسمي اللي بتكلم عن المنحة دي. تعالوا بص سريعا على الاعلان الرسمي. هتلاقي في كل التفاصيل هنا. تفاصيل مؤتمر هتلاقي كاملة هنا. من حيث النبزة عنه المؤتمر ده هيكون عن ايه? تمام? ان هيكون من مية وتسعين دولة مشاركة. هيبدأ من اربعتاشر لحد سبعتاشر اكتوبر. اه هتلاقي كل التفاصيل هنا بالنسبة للفيزا بص عن طريق اعتاء انفتيشن. تمام? الانفتيشن دي من خلالها في الصفارة هيخلصولك اه الفيزا الشنغل وانت هتاخدها بنجاح والمؤتمر هيساعدك في التواصل مع الصفارة. تمام? ده بالنسبة للفيزا هم هيساعدوك فيها. طبعا كل التفاصيل هتلاقي هنا. ده بالنسبة للعلان الرسمي. طيب. دلوقتي بقى خلينا نروح لعملية التقديم. هتيجي حضرتك تضغط على قد ملايين هنا عشان يفتح معاك التقديم. التقديم هيفتح معاك بالشكل لا. بس اولا بقى تعالى قبل ما تخش للابليكيشن هتلاقي عندك كزا خانة. او كزا قائمة للدول المتاحة للتقديم. بص كده عامدنا هنا هتلاقي ان فيه تقسيمة عاملينها للدول. يعني كل اه قارة تمام? او كل مجموعة الدول مع بعضها. يعني الدول الافريقية حاطنا هنا. تمام? اه الدول الامريكية حاطنا هنا. امريكا اللاتينية تمام? اسيا هنا. هتلاقي هنا يوروب الدول الاوروبية. هتلاقي الشرية الاوسط. تمام? اه دول محيط. هتلاقي هنا. فبالتالي انت هتشوف الدول بتاعتك. فمسلا لو احنا بتتكلم عن الجزائر والمغرب ومصر والدول دي هتلاقي موجودة هنا. بتتكلم مسلا عن الاردن والسعودية وما الى زلك هتلاقي موجودة في دول اه اه تمام? تعال بس نخش هنا. هتلاقي دول مسلا زي السعودية زي اه اه الاردن هتلاقي موجودة هنا. تمام? هنا بيشرح لك نبزة عن المؤتمر وهنا بيقول لك الدول المتاحة للتقديم هتلا عندك الاردن الكويت عمان البحرين قطر لبنان العراق السعودية اليمن سوريا تمام الامارات اه فحتلاقي عندك الدول دي بالنسبة لدول الشر الاوسط وبالنسبة للدول الافريقية زي الجزائر المغرب اه مصر هتلاقيهم موجودين في خيانة الدول الافريقية طيب انت عشان تقدم لازم تختار الاول المكان بتاع الدولة بتاعتك تمام طيب المكان بداية الدولة بتاعتك ان اخترته مسلا انا من الاردن فعايز اقدم هيبقى تخش على القائمة دي وبعدين تيجي تحت هنا وتضغط على كلمة قبلي عشان تقدم ليه المؤتمر ده تمام هيفتح معك التقديم نفس السابق اللي كنا عملناه في مؤتمر القنة ولكن الاسئلة شوية مختلفة في مقالات هنا مختلفة تماما عن المقالات السابقة اولا هي معلومات او الخانة هنا اه خاصة معلوماتك الشخصية زي اسمك الاسم العائلة الجندر بتاعك تاريخ ميلادك الايميل بتاعك رقم التليفون العنوان وما الى زلك فدي بيتكون بيانات شخصية انت بتكملها يعني حاجة بسيطة تمام اه بعد كده بالنسبة هنا ليه آآ على يقصد بيها لو انت دلوقتي بتشتغل تذكر المؤسسة اللي انت شغال فيها لو انت حاليا بتدرس تذكر المؤسسة اللي انت بتدرس فيها تمام وهنا دورك ايه لو انت بتدرس بقى تكتب طالب لو انت مسلا شغال في الشركة اكتبت الشركة هنا اسم الشركة بتكتب هنا مسلا دورك في الشركة دي بتعمل ايه موظف عامل مدير ايه النظام بزفد فتحطوا هنا من هنا بقى بيبدأ جزئية المقالات ومن هنا بيبدأ الصحيحة او اللي احنا نقول عليه آآ يعني اللي الرسمي تمام فلازم تهتم بالجزئية المقالات اللي موجودة هنا عشان هي يعني بنسبة تسئين في المية هي من عوامل القبور طبعا البيانات اللي بتكون فيه بيانات شخصية انما اهم شيء هي المقالات دي فانا بيقول لك اذكر يعني نبزة عن آآ يعني اللي هي عنك بيجرافي عنك تمام فتتكلم عن آآ شخصيتك هنا بيقول لك هنا اتكلم عن قضايا آآ آآ انت شايف في المجتمع حاليا تمام وهتلاقي بقى بقى المقالات نفس النظام هتلاقي عندك عدة مقالات لازم تهتم بكل المقالات دي تمام بشكل احترافي تكتبها واحنا قناة منح من كل الوان بنتيح عملية كتابة المقالات دي بشكل الاحترافي لو انت عايز تقدم من خلالنا وهتلاقي استمارة التواصل معنا موجودة في صندوق الوصفة اسفل تمام وطبعا هنا في الجزء ده بيقول لك اختار حاجات آآ آآ او مجالات انت مهتم بيها من الاشياء دي تمام بتقدر تختارها زي مثلا تختار الحاجة اللي انت مهتم بيها من الحاجات دي وبعد كده تحط هنا العنوان للمؤسسة اللي انت بتدرس فيها تمام او المؤسسة اللي انت بتشتغل فيها مسلا وهنا تختار انت سمعت عن دي ازاي على المنحة دي ازاي مسلا قناع اليوتيوب فيسبوك تختار وهنا في الاخر بيقول لك آآ ازاي يتواصل معاك تختار والتليفون ولا ازاي يتم التواصل معاك وبعد كده في الاخر بتيجي تضغط على كلمة ويبقى انت كده بنجاح قدمت للمنحة بدون وجود اي مشكلة تمام بسيط اهم حاجة المقالات تركز فيها تمام كده المنحة ممتازة جدا نتشمل لك تأشيرة تذاكر طيران كل شي على حساب المنحة فلو حاببين تقدموا لي يا ريت في اسرع وقت لان المنحة بتخلص فيه 29 ابريل 2020 وان شاء الله بإذن الله يكون بالقبول والتوفيق شكرا لكم في المنحة